موسيقى هنتكلم عن أزمة اللمون اللي حصلت مؤخرا وارتفعت أسعار اللمون بصورة جنونية الحقيقة أثناء عيد الفطر وبصورة مبالغ فيها هنتعرف عن أسباب هذه الأزمة وهنتعرف أيضا على الموالح المصرية اللي بتمتاز بيها مصر واللي بتعتبر رقم واحد في أصادرات الزراعية المصرية هنتعرف على مستقبل زراعة الموالح في مصر هنتعرف كمان على الحياة تقاول خضار وده موضوع من الموضوعات المهمة والحياة وزارة الزراعة تسعى جاهدة لأن يكون عندنا فعلا إنتاج لتقاول خضار لأنه ده مهم جدا لكن خليني في البداية طبعا أوضح وأذكركم أنه بعد غد إن شاء الله تنطلق بطولة الأمم الأفريقية في مصر وإن شاء الله يكون عرص قاروي عالمي يتناسب مع قدرات مصر ومكانة مصر وعظمة مصر الحقيقة يحسب لمصر ولقيادة مصر وكل العاملين في المجال الرياضي سرعة الإنجاز اللي تمت خلال فترة قليلة جدا لأن حضراتكم عارفين أن مصر لم تكن هي المنط بها تنظيم هذه الدورة لكن طبعا خلال شهور قليلة تم الإنجاز الرائع وكل الاستدادات اللي هي سوف يتم لعب البطولة عليها جاهزة تماما والحقيقة اللي احنا شايفينه إنجاز رائع زي ما احنا متعودين الحقيقة ده بيبين عظمة المواطن المصري وقدرته على الإنجاز السريع نتمنى إن شاء الله أنه تكون بطولة موفقة نسعد بها جميعا ونتمنى كل التوفيق أيضا للفريق القومي المصري بحيث أنه في النهاية هذه البطولة يحمل كأس هذه البطولة زي ما مصر الحية هي المسؤولة أو رئيسة الاتحاد الأفريقي أيضا يكون الفريق القومي هو بطل هذه البطولة يعني إن شاء الله هنتكلم زي ما قلت في موضوع الحلقة اللي أنا ذكرته في البداية وهيكون معاي الحية زميلين عزيزين من معهد بحوث البساتين نستقبلهم بعد هذا الفاصل الأستاذ الدكتور محمد سامي المليجي الأستاذ المتفرغ ووكيل معهد بحوث البساتين سابقا وأيضا الأستاذ الدكتور أشرف عبدالله حامد رئيس بحوث معهد بحوث البساتين نستقبلهم بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر